السلام عليكم ورحمة الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده هؤلاء لا يجب علينا أن نخرج عنهم زكاة الفطر انت بطلع زكاة الفطر يا رجل عنك وعن من تعول عن زوجتك وعن أولادك العاجزين عن الكسب اللي بتعلهم طيب من الذين لا يجب علينا أن نخرج عنهم زكاة الفطر واحد الزوجة المعقود عليها التي لم يدخل بها زوجها لأنه ببساطة لا تلزمه نفقتها أنا كاتب كتبي على واحدة ولسه لم أدخل بها وعشف بتابوها من الذي يجب عليه أن ينفق عليها في هذا الحال أبوها فإذا جاءت إلى بيت زوجها يبقى خلاص يجب على الزوج أن ينفق على الزوجة ما دامت في بيت زوجها حتى لو أنت كاتب كتابك عليها يبقى لي طلع زكاة الفطر عنها أبوها وليها اتنين المرء الناشز في وقت زكاة الفطر ففطرتها على نفسها لا على زوجها ناشز يعني تطيع الزوج يعني تعصي الزوج في غير معصية في غير أمر لا تطيقه زوجها بيأمرها بأمر مباح بأمر حلال بأمر في خير بأمر في طاقتها وهي دائما تعصي ناشز يعني إيه يعني عصية وكل ما ارتفع وعلى فاسمه ناشز أذكر مرة واحد بيقول أو كلام يعني سمعته زوجته بنت خليتها هتتجاوز وبعدين في اختلاط في الفرح وقايبين رقاصة وفي بقى خمور وفي مصايب سودة لا يا بنتي أنا بحبك وانت زوجتي وانت امرأة صالحة ما ينفعش تروحي في الجو الموبوء ده أقول له هروح يا بنتي حرام عليك أن يشارك في هذه المعاصي لا يجوز تروحي هناك أرجوك ما تروحيش أقول له برضو هروح فاتجنن ألا طب علي الطلاء بالتلاتة من تريح أليك طلاء على طلاء أبوك لنا ريحة اسمها امرأيي ناشز أو التي تتمنى على زوجها بغير عذر هذه أيضا ناشز ناشز يعني تسقط نفقتها فإذا دخل عليها عيد الفطر ويناشز لا يجب عليه أن يخرج عنها زكاة الفطر ولا يصرف عليها حتى بل تخرج هي عن نفسها وتتوب إلى الله عز وجل تلاتة لا نخرج زكاة الفطر عن الزوجة الكتابية هو ينفع المسلم يتزوج امرأة نصرانية أو يهودية ينفع بشروط الأول أن تكون محصنة يعني عفيفة المسلم ما ينفعش يبقى ترطور والمحصنات من الذين أوتوا الكتابة من قبلك ينفع تكون محصنة اتنين ما تكونش حربية ما يروحش يتزوج واحدة بينها وبين المسلمين حرب مستعرة يوم يطلع عياله بعد كده جواسيس على المسلمين لا قد تكون امرأة كتابية مسالمة ليش دعوة تلاتة أن يطمع في إسلامها يبقى محصنة غير محاربة أن يطمع في إسلامها ظروفه دفعته لكده إما أن يقع في الفاحشة أو يتزوج من امرأة كتابية وربنا أباحده طب هي امرأة كتابية يعني كفرة أصلا حيطلع عنها زكاة فطر إن كان عبادتها غير متقبلة أصلا فلا يجب عليه أن يخرج عن زوجته الكتابية زكاة فطر لأنها من غير المسلمين من تاني من طلعش عنه زكاة فطر مسلم أو مسلمة صمم عن رمضان وماتوا قبل ليلة العيد فهذا أيضا لا تخرج له زكاة أبو أو أمه ماتوا يوم 28 رمضان 29 رمضان لم تدركهم ليلة العيد فهؤلاء لا يجب عليه أن يخرج عنهم زكاة من تاني الجنين زوجته حامل هل يجب أن يخرج الرجل زكاة فطر عن الجنين لا لا يجب لكن يستحب يستحب فإن لم يخرج فلا شيء عليه فهذه الأصناف لا يجب علينا أن نخرج عنهم زكاة الفطر بحبكم في الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته